مرحبا بالجميع فيديو جديد وصفات طبيعية انفارس رمضان كريم على الجميع زي ما انتم شايفين هذا الريحان حعمل معاكم ماسق رائع لانا جربت بجد يا بنات للتسبغات وللتبيض البشرة ويديكم نعومة في البشرة كتير رائع وترطيب في نفس الوقت الاخوات اللي عندهم الارهاق في البشرة عليكي بهذا الماسق الريحان حيغزي لك البشرة وحتيدعي لي بجد كتير رائع حتشوفوا لمعان في البشرة وترطيب في البشرة وشد في البشرة بتمنى انكم تجربوا هذا الماسق اللي حعمل معاكم الحين وتردوا علي في التعليق الاخوات اللي ما عاملينش عندي الشراك في القناة تعملوا عندي الشراك في القناة فضلا وليس امرا وما تبخلوا علي حبيباتي بلايك وشيروا على الاصدقاء وعلى الاحباب وفعلوا الجرس عشان يوصلكم جديد في جديد وصفات طبيعية ام فارس صلاحية المفعول هذا الماسق ثلاثة ايام يا بنات فقط ثلاثة ايام بتخليوه في التلاجة وتعملوه يوميا على البشرة مدة نصف ساعة ويلا تعرفوا على المكونات زي ما انتم شايفين من اول الفيديو انا قلت لكم هعمل معاكم ماسك الريحان وده انا اخذت منه شوية اللي هيكفيني تلاتة يوم فقط حناخدوا حبيباتي الاوراق الريحان وحناخدوا البزرة تبع الريحان زي ما انتم شايفين وحتجيبوا اناء فاضي حنصبوا فيها داك الريحان وحناخدوا حبيباتي كوب من الماء صغير زي ما انتم شايفين هذا القياس بتاخدوا كوب صغير فقط او كوب كبير نصف تبع الكوب كبير تبع الماء ونغليوا على النار مدة عشر بقايق ويا سلام على الريحة اللي طلعها بتجنن بجد بجد رحته رائعة رائعة هذا الريحان واصبح معانا الريحان جاهز وخليكم لاخر الفيديو عشان تكملوا الوصفة الرائعة بجد يا بنات هذه الوصفة تستحق انكم تشيرها الاحباب والاصدقاء وفضلا وليس امرا حناخدوا المية فقط زي ما انتم شايفين وفعنا المية تغيرت صار لونها اخضر فاتح اما الريحة ما اقول لكم عليها ريحة رائعة رائعة بجد والمكون حبيباتي التاني هو جيل الصبار واللي عندها الجيل الطبيعي تضيفه يكون احسن حناخدوا معلقة صغيرة من جيل الصبار والمكون يكون لسا سخن معانا عشان لما يتقل كل ما هو بيبرد بيتقل معانا هذا الماسك زي ما انتم شايفين حناخدوا معلقة صغيرة من جيل الصبار وزي ما قلت لكم لعندها جيل الصبار الطبيعي يكون افضل والمكون الاول والاخير هو نشا الضرة حناخدوا معلقة صغيرة من نشا الضرة وتخلطوا يا بنات المكون جيد جيد وتتركوا لغاية ما يبرد اول ما يبرد حتشوفوه بيتقل معاكم ما في داعي تعملوه على النار مرة تانية هو حيتقل كل ما بيبرد بيتقل معاكم هذا الماسك حنتركوه عشر دقائق لغاية ما يبرد وبرجع ليكم وزي ما انتم شايفين اصبح الماسك الريحان جاهز معانا طريقة الاستعمال انتم بتعرفوها ودائما بكلمكم عليها لازم تكون البشرة نظيفة قبل بالصابون وبعدين بتحطوا هذا الماسك الريحان نصف ساعة لغاية ما يجف في بشرتكم بعد ما يجف يا بنات حتغسلوه بالمية فقط وحتشوفو نعومة وشد للبشرة ومن اول استعمال حتشوفو الفرق في بشرتكم حيديكم بياض في البشرة وترطيب اول ما تغسلو حبيباتي بالمية فقط ما تنسو حبيباتي الترطيب وبقولها لكم مرة تانية الترطيب مهم في اي ماسك بتمنى يعجبكم هذا الفيديو وبقول لكم مع السلامة ورمضان كريم على الجميع وانتظروني الفيديو القادم ان شاء الله اشتركوا في القناة